موسيقى لأول مرة ومنذ أكثر من مئة سنة إعصار مدمر يضرب أمريكا ولأول مرة أمريكا تحذر بعض المناطق إما الرحيل وإما الموت ونرى اليوم إعلان حالة الطوارئ ونزوح عدد كبير من سكان ولاية فلوريدا وأخيرا هل الإعصار هو ظاهرة طبيعية أم عقوبة إلهية حتى يتبين لهم أنه الحق السلام عليكم ورحمة الله وبركاته إنه إعصار ميلتون الذي أرعب أكثر من 300 مليون أمريكي أضرار هائلة جدا حتى هذه اللحظة فقبل أيام من هذا الإعصار ضرب إعصار هيلين شرق الولايات المتحدة الأمريكية ودمر منازل بقيمة 50 مليار دولار المشهد المسيطر الآن في الولايات المتحدة الأمريكية هو الخوف والقلق والترقب أيها الأحبة إعصار ميلتون هذا تم تصنيفه كأعنف أنواع الأعاصير من الدرجة الخامسة فسرعة الرياح تبلغ أكثر من 270 كيلومتر في الساعة الواحدة ولكي تتخيلوا معي ضخامة وعنف هذا الإعصار تخيلوا أن سيارة طائشة تسير بسرعة 270 كيلومتر في الساعة انظر ماذا تفعل بكل شيء يصادفها الخطورة الإضافية التي أيضا هي مرعبة بالنسبة للناس أن الإعصار السابق هيلين دمر مناطق كثيرة هناك وحولها إلى حطام هذا الحطام يتحول إلى قذائف بفعل إعصار ميلتون يزيد من قوته التدميرية طبعا اليوم كثير من المناطق في أمريكا تعيش في حالة رعب وخوف انقطاع للتيار الكهربائي انقطاع للمياه حالة قلق حالة نفسية قلقة جدا يعاني منها مئات الآلاف طبعا أيها الأحبة الدمار الذي يحدث اليوم في هذه المناطق وبخاصة ولاية فلوريدا غير مسبوق أبدا الناس في حالة ذعر وحتى الباحثين والعلماء يقفون وحتى التكنولوجيا الحديثة وكل الأجهزة والتكنولوجيا المتطورة تقف عاجزة أمام إعصار واحد هو من صنع الله تبارك وتعالى فقبل كل شيء أيها الأحبة هذا الإعصار يجب أن يذكرنا بضعفنا أمام قوى الطبيعة وهذه القوى الطبيعية هي مخلوقات لله تبارك وتعالى يسخرها كيف يشاء ويسيرها كيف يشاء عز وجل بالنسبة لنا كمؤمنين أيها الأحبة ينبغي أن لا تمر أي ظاهرة طبيعية دون أن نتذكر قدرة الله تبارك وتعالى وضعف الإنسان الذي وصفه الله بقوله وخلق الإنسان ضعيفا ولكن للأسف هذا الإنسان يمارس الغرور الاستكبار الهيمنة أحيانا يمارس أنواع الظلم لذلك هنا القرآن يذكرنا بضعفنا وبحقيقتنا وبأصلنا يقول تبارك وتعالى يا أيها الإنسان ما غرك بربك الكريم الذي خلقك فسواك فعدلك في أي صورة ما شاء ركبك ولكن أيها الأحبة هذه الظواهر التي تحدث مثل الزلازل والأعاصير والفيضانات والسونامي وغير ذلك يمكن أن تضرب في أي مكان وكما أن الكافر يعذب بها المؤمن أيضا تصيبه هذه الأمور لذلك هنا يعني موضوع أن هذه الظاهرة هل هي عقوبة من الله أم هي إنذار أم هي الظاهرة طبيعية طبعا إذا قلنا هي الظاهرة طبيعية معنى ذلك أن الله سبحانه وتعالى لا يتدخل في شيء وأن الله غير موجود كأن الإله غير موجود ولكن الله تبارك وتعالى يقول وَمَا يَعْزُبُ عَنْ رَبِّكَ مِنْ مِثْقَالِ ذَرَّةٍ في الأرض ولا في السماء ولا أصغر من ذلك ولا أكبر إلا في كتاب مبين فهذا الإله العظيم يحيط بكل شيء ويسير كل شيء هو الذي يسيركم في البر والبحر وما تسقط من ورقة إلا يعلمها كل شيء أخي الحبيب هو بيد الله كل ذرة لا تتحرك في الكون إلا بأمره عز وجل من رحمة الله بعباده أن معظم هذه الأعاصير تقع في البحار أو في أماكن فارغة ولكن عندما تقترب من المناطق المأهولة هنا تكون الكارثة أعداد هائلة من الناس يقتلون آلاف بل ربما ملايين المنازل تدمر خسائر بمئات المليارات في ظاهرة مدمرة ربما لا تستمر إلا أيام معدودة أيها الأحبة والله إن الذي يتأمل هذه الصور وهذه المشاهد المؤلمة حقا لا يملك إلا أن يتعاطف مع هؤلاء الناس وغيرهم مهما كان الأمر لأن هذه الظاهرة وهذا الإعصار هو إنذار للأكثرية فتذهب أقلية من الضحايا لكي يتعظ الأكثرية ويعودون إلى ربهم سبحانه وتعالى وتأمل معي هذه الآية الكريمة ولنذيقنهم من العذاب الأدنى دون العذاب الأكبر لعلهم يرجعون وهنا يبرز السؤال ما مصير من مات في مثل هذا الإعصار من المؤمنين الحقيقة أخي الحبيب كل إنسان يموت صابراً محتسباً يعلم أنه لا يصيبه إلا ما كتب الله له هذا يموت شهيداً سواء مات في أعصار أو بغرق أو فيضان أو نتيجة زلزال مدمر أو حادث مهما كان نوعهم وهذه من رحمة النبي عليه الصلاة والسلام أنه بشر هؤلاء المؤمنين طيب غير المؤمن لا داعي أن نحكم على الناس نترك أمرهم إلى الله سبحانه وتعالى لأن الله عز وجل هو القائل ورحمتي وسعت كل شيء فليس من طبيعة المؤمن أن يفرح بموت الآخرين النبي لم يفرح حتى بموت المشركين ولم يحتفل ولم يشمت بموت أحد انتبهوا أيها الأحبة منهج النبي عليه الصلاة والسلام أنه لم يشمت بموت أحد انظروا معي إلى معركة بدر التي قتل فيها الصناديد قريش الذين قتلوا من المؤمنين وتآمروا على النبي صلى الله عليه وسلم وآذوا النبي وآذوا المؤمنين وارتكبوا جرائم الذين قتلوا منهم بكل بساطة النبي عليه الصلاة والسلام لم يفرح لمقتلهم لم يشمت بهم بكل بساطة خاطبهم وقال لقد وجدنا ما وعدنا ربنا حقا فهل وجدتم ما وعد ربكم حقا يعني انظر انظر إلى الفلسفة النبوية في النظرة إلى الأمور فدائما أخي الحبيب عندما نرى كارثة سواء وقعت لأن كل البلدان فيها المؤمن وفيها الكافر فيها الظالم وفيها الإنسان الطيب وفيها الإنسان الخير أنواع كثيرة نرد كل شيء إلى الله ولا نحكم على الناس ونقول هذا مصيره كذا وهذا مات بكذا وهذا إلى النار وهذا إلى الجنة هكذا أنت كأنك تأخذ دور الإله عز وجل وهذا الأمر يعني خطأ مئة بالمئة لأن الذي يملك النار ويملك الجنة ويملك النعيم والعذاب هو واحد فقط هو الله تبارك وتعالى لذلك أنا أرى أن مثل هذه الظواهر هي تذكرة وموعظة لمن أراد أن يتذكر وهي درس يعلم هذا الإنسان لا تستكبر في الأرض القرآن الكريم هل ذكر أعاصير بهذه الشدة أو أعنف منها بكثير؟ نعم هناك قوم اسمهم قوم عاد هؤلاء أعطاهم الله أجسام عمالقة وكانوا طبعا على مستوى عالي من القوة فهذه القوة لم يستخدموها في الخير ولا في مساعدة الناس ولا في العدل ولم يستخدموها في مرضات الله سبحانه وتعالى استخدموها في الطغيان والكفر وظلم الناس والاستكبار في الأرض واستعباد الناس هنا القرآن يعطينا مثالا رائعا جدا من قصة قوم عاد حيث عذبهم الله بريح صرصر عاتية أعنف من هذه بكثير انظر معي أخي الحبيب إلى البيان الإلهي كيف يصور لنا عاقبة من يمارس الاستكبار في الأرض واليوم بلا شك يعني نحن نرى أن دولة عظمى مثل الولايات المتحدة الأمريكية هي تمارس فعلا الاستكبار في الأرض وكأنها تقول من أشد منها قوة هذا لسان حالهم انظر معي إلى هذه الآية الكريمة التي تصور لنا عاقبة من يستكبر في الأرض يقول الله تبارك وتعالى فأما عاد فاستكبروا في الأرض بغير الحق وقالوا من أشد منا قوة أولم يروا أن الله الذي خلقهم هو أشد منهم قوة وكانوا بآياتنا يجحدون ماذا كانت نتيجة هذا الطغيان وهذا الاستكبار استكبروا في الأرض بغير الحق وقالوا من أشد منا قوة النتيجة كانت في الآية التالية يقول تبارك وتعالى فأرسلنا عليهم ريحا صرصرا في أيام نحسات لنذيقهم عذاب الخزي في الحياة الدنيا ولا عذاب الآخرة أخزى وهم لا ينصرون فمن رحمة الله بعباده انظر معي إلى الله عز وجل الذي سمى نفسه الرحمن الرحيم لا يهلك كل البشر بذنوبهم واستكبارهم بل يرسل لهم هكذا ومضات يعني دلائل علائم انذارات يهلك بها قليل من الناس ويرى الكثير كيف يحدث هذا الدمار كيف يحدث هذا الإعصار المدمر وبالتالي هو انذار ليرجعوا إلى ربهم وهذا دليل محبة الله لعباده يعني عندما يستكبر الإنسان كثيرا فإنه يدمر من حوله ويدمر نفسه بالنتيجة هذه نتيجة الغرور والتكبر في الأرض لذلك الله عز وجل يريد هؤلاء الناس يريد كل الناس أن يعودوا إليه قل يا عبادي الذين أسرفوا على أنفسهم لا تقنطوا من رحمة الله إن الله يغفر الذنوب جميعا إنه هو الغفور الرحيم انظر معي إلى سعة رحمة الله عز وجل فالإنسان أحيانا عندما يصيبه كارثة أو مرض فالهدف منه أن يقول لك الله عز وجل ارجع إليه ارجع إلى محبة الناس إلى فعل الخير إلى نشر العدل في الأرض الله يريد مننا أيها الأحبة أن نعود إليه دائما وأن نبتعد عن الظلم عن الغرور عن التكبر عن ظلم الآخرين وهذا دليل كما قلت لكم محبة أن الله يريد لنا الخير سبحانه وتعالى لذلك ونحن نرى مثل هذه المشاهد ونرى هذا الدمار ونرى العدد الكبير من القتلى والمصابين طبعا نحن نتمنى الخير لكل الناس كما قلت لكم لأن الله سبحانه وتعالى يريد الخير لعباده لا يريد لهم الشر لا يريد لهم الظلم إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربة وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي الله لا يريد لك أن تستكبر في الأرض تبغي على الناس بل الله عز وجل يريدك أن تكون إنسانا صالحا تريد الخير لكل الناس لذلك نجد في سورة الحق مثلا أيضا يصور لنا الله عز وجل عاقبة قوم عاد عندما استكبروا يقول تبارك وتعالى وأما عاد فأهلكوا بريح صرصر عاتية سخرها عليهم سبع ليال وثمانية أيام حسومة فترى القوم فيها صرعا كأنهم أعجاز نخل خاوية فهل ترى لهم من باقية؟ يعني أيها الإنسان اعتبر من هذه المشاهد انظر اليوم اليوم في عصرنا هذا أيها الأحبة اليوم وأنا أتحدث معكم هناك الحروب هناك اعتداءات هناك الظلم بني آدم يظلم بني آدم فكل ما نراه من انذارات اليوم والله أيها الأحبة هي دليل رحمة من الله الله يريد أن يقول لهؤلاء الناس أوقفوا هذه الحروب أوقفوا هذا الدمار وأنشروا المحبة أنشروا الخير بين الناس وأخيرا أيها الأحبة نسأل الله عز وجل أن ينفعنا من هذه المعلومات وأن ينجينا جميعا من عذاب الدنيا وعذاب الآخرة إنه سميع قريب مجيب وأخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته